اللي اختلف في كولر السنة دي عن السنة اللي فاتت رغب ان بداية السنة اللي فاتت كانت فيها نتائج متزبزبة بس هي الأداء كانت أفضل كتير من السنة دي وكان السنة اللي فاتت أول مسؤولية أول تولي المسؤولية صحيح السنة دي مفضل راجع عنده خبرات أكتر أكيد مفروض ان السنة تابع انت فهم المدير فني فهم اللعبة بشكل أكبر السنة دي أنا شايف فيه تغييرات كتيرة يعني انت السنة دي يا محمد الغاية دلوقتي تشكيل النادي الأهلي مستابت لك عن تتخيل مسلا مباراة الجونة النادي الأهلي غير الاتنين صنائية الخطر وسط بعيدا عن تليميكر أفشا الاتنين أول مرة عموا مع بعض أنا أول مرة أشوف نبيل كوكا ونيدفيد بلعبوا مع بعض في الملعة فتتحمل مسؤولية دي مغامرة أول مرة أعمالها واتنين برضو خلي بالك ربما يعني أكيد كريم نيدفيد أكبر من نبيل كوكا ويفترض أنه عنده خبرات أكبر لكن كريم نيدفيد عنده تحيث كان في أزمة نفسية حتى تحيث أنه في التدخلات الصنائية ما كانش بيحاولي خاطر لاتك حد كبير جنبه يسنده أه هو مش قدري خاطر فهو أمان هو خاف من الإصابة الولد كل يعني ما بيلعب بيتصاب فأكيد ده شعور إنساني طبيعي برضو غيرت في مركز الباك الشمال لعبت آخر مباراتين به كريم بيس وكتشاف ما مش كويس ما قابول جدا ما عندهش أخطاء ومشي شقوق عنده كروسات بالمليمتر يعني حلوة جدا والسورف عنده ممتاز النهاردة أنت بتلعب خلاف فتاح مكانه وفي مركز غير مركز خالد فربما خالد برضو النهاردة ما كانش بيلعب بأريحية كبيرة فهي السؤال هنا هل الفريق يتحمل هذا الكم من التعديلات والمغامرات في ماتش واحد وانت عافش السناكة باش معك كويس تقدم بهدف كويس بعد كده يعني خطأ يعني ما بيتكررش كيه محمد هنا بصراحة بس خطأ ودراب الجزاء طبعا تجون ودراب الجزاء صحيحة فماش تقزم بالنسبالك انت جيت في شوت تاني حاولت ان انت تعيد التقدم بس الدنيا مش ماشي ما يساعد التوقف في هنا مقطة كريم ما سعلك عليها اي انت شاف الدنيا مش ماشي وشاف التشكيلة باديا مش كويس ليه في بداية الشوت التاني ما تعملش تغيير ما هو بقى هنا هو عنده مبادئ ما بيغير كريمنا في حياتي دي رحمد كثير كورا ما فيهاش سوايط كورا ما بيغيرش بعد ياس الدين لا أسلوبه هي كورا هو سوايط ما فيهاش سوايط كل مدير فاني هو حر ماشي زي المخرج في السن ما كده هو حر كل مقعد حر خلينا نتكلم بصراحة وكورا ما فيه احمر من الكريم مش كورا ما كان مدير فاني هو مدير فاني كبير طبعا موضوع منتهي احنا بنتشوف دلوقتي بس طريقة تفكير للمباريات في بداية الموسم ده ان الدنيا مش ماشية في افضل شي انت النهاردة مفيش تثبيت للتشكيل وبتلاقوه في اماكن ايه حاسسة جدا اعرف خلي بالك ساعة اقول لك ايه اوكي انا ممكن اعمل روتيشن بس بعمل روتيشن ده مثلا يعني في الجناح الهجومي في المهاجم الصريحة فيه اربع مراكز ما بقربش منه ايه هم اتنين الارتكاز والاثنين فول باكس حتى ممكن اغيرها في المساك خلي بالك واحد من الاثنين اه واحد من الاثنين لكن ما غيرش عم الاربع مراكز دول يا محمد اربع مراكز حاسسين جدا الاثنين الارتكاز والاثنين فول باكس ليه؟ الاثنين الاربع مراكز دول لو انت خدت بالك هم العمود الفائل بتوعك هجوميا وادفاعيا مظهور سلسلة اه لو انت غيرت فيهم وحصل فيهم اي خلل او اي نقط صلبية ضدك انت ترفع التمن وضعا في الاعتبار برضو لازم لازم يمدير الفني هنا يحط حساب ان السيناريوهات المباريات ما تنجيش على مزاكك مش كل مرة خالص في سيناريو ممكن يمشي على هواك كرة سابتة تيجي هدف الدفاع لو دمك ساعات لكن في ساعات السيناريو بيقف هو السؤال هنا هتعمل ايه لما السيناريو يقف وحتى تاني والله بكل امانة مودست يعني بيحاول هو يعمل شيء ويجاب هدف النهاردة بس كل امانة الدنيا بعيدة الدنيا بعيدة اوي كتقييم كورة يعني كتقييم كورة احنا بنقيم كورة وبنقيم تحركات وبنقيم تمريرات وبنقيم استغلال فرص داخل مدار الجزاء في كورة مستحيل تتعامل كده يعني وحتى الهدف بكل امانة اه التوقيفة كويسة كل شيء لكن التزديدة فيها حاجة مش مزبوطة التزديدة الكويرة ففهمين انا بقوله التزديدة بتاع مودست في الهدف مش تمام في حاجة غلط فانت بتستحملش كل ده فانت عايز كوقت خيال كل اللي حب نتكلم في ده انت عايز تخططه عشان تحقق المكسب